تحولت الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي إلى مناسبة لتأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه بالثوابت والأمل ولرفض الخطة المقدمة كليا فيما تراجعت البعثة الفلسطينية عن تقديم مشروع قرار يدين انتهاك المرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية هذه خلاصة المشروع الذي قدم لنا وهذه الدولة التي سيعطونها لنا هي الجبن السويسرية من يقبل بكم أن تكون دولته هكذا عباس تمسك برفض الأحادية الأمريكية ودعا إلى مؤتمر تقوده الرباعية الدولية الراعية لعملية السلام بينما رفضت إسرائيل ما طرحه عباس وقدمت عرضا وحيدا بالتفاوض المباشر في القدس أو في واشنطن لكن الولايات المتحدة التي مارست ضغوطا شديدة لتعطيل مشروع القرار الفلسطيني أبدت بعض الليونة مع دعوة للتنازل المتبادل في المفاوضات المباشرة سيادة الرئيس عباس استمعت إليكم واستمعت إلى خطاب الأمل الذي قدمتموه وكلماتكم عن الأمل لكن لإبقاء الأمل حيا لابد من وجود رغبة في التنازل وتمسكت المندوبة الأمريكية بموقفها الرافض لثمانمائة قرار دولي يدعم الحقوق الفلسطينية أما الأمين العام لجامعة الدول العربية فقد أبدى استهجانه للتهديد الإسرائيلي العلني للرئيس أبو مازن دهشته أن نستمع كما حدث منذ قليل إلى دعوة واضحة بإقصاء الرئيس الفلسطيني أبو مازن وإنعته بأنه ليس شريكا في صنع السلام مثل هذا الحديث يكرس نوايا غير حميدة أو طيبة المعارضة للصفقة الأمريكية الإسرائيلية امتدت إلى الشارع الأمريكي أيضا حيث تظاهر يهود معادون للصهيونية ورفعوا العلم الفلسطيني رغم كل الضغوط فشلت الخطة الإسرائيلية الأمريكية في نيل أي تأييد عالمي والفضل في ذلك يعود إلى الشارع الفلسطيني الغاضب وإلى التحرك العربي والإسلامي نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين